اشتركوا في القناة ارتقى وازدى معروفا لفكر شباب بحريني متطلع للنهوض بطاقاته وامكاناته وميزة تلك الجهود الوطنية التي افلحت في الشد باتجاه الارتقاء بقطاع الشباب بالمملكة عبر تنمية قدراتهم ودعم مواهبهم 35 مركزا شبابيا بمختلف محافظات البحرين هي ثمرة جهد دؤوب لوزارة شؤون الشباب والرياضة استطاعت ان تكون ذلك البيت الامن الذي سادت فيه ومادت بين اركانه رؤا حميدة عززت من فرص تحقيق حزمة من الاهداف داخل الاوساط الشبابية كتعزيز اللحمة الوطنية ونبذ الطائفية اضافة الى توفير بيئة نموذجية للشباب بدنيا وفكريا وابعادهم عن محيط العنف والسلوكيات الهدامة الشباب تقريبا يجكلون اكثر من 200 الف شاب مواطن في مملكة البحرين وكيف نصل الى الشباب نصل من خلال المراكز الشبابية فدورنا مهم بتطوير الكادر الاداري في المراكز الشبابية لانه هم اللي راح يتواصلون مع شباب المناطق باهداف واستراتيجية المبنية الوطنية من قبل حكومة البحرين عن طريق وزارة شؤون الشباب والرياضة اصبحت المراكز الشبابية اليوم الوجه الاولى للشباب في مملكة البحرين 35 مركز شبابي موزعين على مختلف محافظات مملكة البحرين احنا نفتخر اليوم ان المراكز الشبابية قدمت 1079 فعالية السنة اللي طافت كانت 867 فعالية شي نفتخر فيه ان وصول عدد الفعاليات اللي تنفذها المراكز الشبابية الى هذا العدد هذه الفعاليات تنوعت رياضية وثقافية واجتماعية وترفيهية وفنية وغيرها عنصر الشباب كأحد الشرائح المهمة المستهدفة المكين عنصر اساسي طبعا ومكون مهم في سوق العمل طبعا عيننا بوصلاتنا سوق العمل فامانة المراح ان تردد في دعم اي مبادرة تأتي في دعم الشباب تجهيزهم بالسوق العمل برامج هادفة وانشطة رياضية تم طرحها بالجملة لتمتاز بتنوعها مخاطبة جميع فئات المجتمع ومحاكية لشتى المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية فضلا عن ورش تدريبية وترفيهية استفاد منها ما يزيد على خمسة وخمسين ألف شاب وشابة منتسبين للمراكز الشبابية الموزعة في مختلف مناطق المملكة المراكز له دور كبير في استخطاب الشباب والاهتمام بهم ثقافيا ورياضيا واجتماعيا ربما المراكز أخذ دور الأندية أكثر من ذاتي في المجالات الثقافية والاجتماعية نحن في مركز شباب الشاخورة كنا دائما نهدف في خلال فعاليات 2017 بلنا نستقطع بالشريحة الأكبر من الشباب من خلال برامجنا المتنوعة طبعا نظمنا العديد من الفعاليات تبنينا موضوع تدريب أو برنامج تدريب المراكز الشبابية في مركز شباب الشاخورة قمنا ثمان دورات متنوعة بعضها كان في الجانب الإلكتروني يعني مثل الابليكيشنز والبرامج التدريبية وسوينا برنامج رياضية أيضا بمناسبة لعيد الوطني المجيد أيضا شاركنا مشاركات رياضية كثيرة في العام 2017 منها دور المراكز الشبابية طبعا الأول ما رأي يكون عنصر نسائي في هاي المركز ودعم من وزارة شباب ورياضة والحمد لله احنا طبعا شقالين على المركز ودعم جين العنصر النسائي معنا في المركز وإن شاء الله بيكونوا مستمرين دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية ولذوي الإعاقة والفتيات لكرة قدم الصالات جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي وبرنامج قدرات التدريبي عطفا على ذلك برنامج الشباب البحريني للوقاية من المخدرات تكاتف كلها ومضات مشعة لمبادرات أسهمت إلى حد لا يوصف في إخراج الإيجابي من الطاقات التي تحتويها أنفس بنات المستقبل عشرات البرامج الاجتماعية والثقافية والقيادية تبنق إخراجها إلى حيز الوجود مراكز شبابية تعتبر الوجهة الأولى لقطاع هام تتعلق عليه الآمال ثابتة في إحراز فورة تنموية تحقق شتى التموحات لتخالف كل التوقعات على مرأة من أعين الجميع لتلفزيون البحرين محمد رشيدة ترجمة نانسي قنقر